موسيقى السلام عليكم أعزائي المشاهدين الأجواء مال الحرارة والريع الشمالية غربية خفيفة لمعتد السرعة تنشط على فترات تتراوي سرعتها بشكل عام ما بين 12 إلى 40 كيلومتر الساعة ودرجات الحرارة العظم المسجلة لهذا اليوم تفاوتت ما بين 41 إلى 47 درجة مئوية أجوانها الحالية في مدينة الكويت أجوانها مستغرة وغامض جزئيا والرياح الشمالية غربية سرعة 5 كيلومتر الساعة درجة الحرارة الحالية 38 درجة مئوية لاحظوا الرطوبة النسبية متدنية أجوانها جافة 16% أما الرئيس الأفقية جيدة تزيد عن 10 كيلومتر الليلة أجوانها مال الحرارة وأيضا استمرار الريع الشمالية الغربية متوقع نشاط على فترات تتراوي سرعتها بشكل عام ما بين 12 إلى 40 كيلومتر الساعة ودرجات الحرارة متوقع في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت قد تصل إلى 35 درجة مئوية زن الشمالية وربع بويان في ألتشة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية في مساء الغد أجوانها حارة ونتوقع نشاط فريع الشمالية الغربية تكون مثيرة الغبار خاصة على مناطق المكشوفة مناطق الشمالية وشمالية الغربية من دولة الكويت السالمي شقاية ودرجات الحرارة العظمى متوقع في مساء الغد مدينة الكويت قد تصل إلى 46 درجة مئوية مناطق الشمالية وشمالية الغربية من دولة الكويت ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيفة لها معتد الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج من أثنين إلى ستة أقدام لذا ننصح تأجيل أي نشاط بحري لسلامتكم مواقعية من الله على حسب التوقيت المحل لمدينة الكويت موعدة دان الفجر في الساعة الثالثة واربعتهاش دقيقة موعد شروع الشمس في الساعة الرابعة وثمانية واربعين دقيقة أما غروب الشمس في الساعة السادسة وخمسة واربعين دقيقة طقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 يام الغادم إن شاء الله أجواء نحارة خلال فترة النهار ولكن راح تكون ماء الحرارة خلال فترات الليل وأيضا توقع نشاط في رياس الشمالية الغربية ليوم الغد على فترات تكون مثيرة الغبار خاصة على المناطق المكشوفة قفاب الرؤية وارد أعزاء المشاهدين لذا ننصح مرتدي الطرق أخذ الحذر بالحيطة درجات الحرارة العقم متوقعة 46 درجة مئوية ليوم الغد في مدينة الكويت بالنسبة للصغرى 33 درجة مئوية أجواء يوم الانتخاب يوم الثلاثة أجواء إن شاء الله راح تكون مستقرة حارة خلال فترة النهار تمين الحرارة خلال فترات الليل وأيضا اعتدال في الرياح الشمالية الغربية اللاحظ قد تصل إلى 30 كيلومتر في ساعة من بعد ذلك ابتداء من يوم الأربع تتحول الرياح إلى الرياح الكوس إلى متقلبة للتجاه استقرار في الطقس حتى يوم الجمعة إن شاء الله سرعة الرياح في شكل عام ما بين العشرة إلى 22 كيلومتر في ساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية بالنسبة للصورة متفاتمة بين 30 وقد تصل إلى 33 درجة مئوية في مدينة الكويت وقد تظهر بعض السحب المتفرقة أعزاء المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية شكرا على حسن المتابعة والآن ننتقل إلى الزملاء في الستيديو